سؤال تاريخي هل يمكن الإقرار أن وزراء الدفاع والداخلية بتاريخ المغرب المعاصر يسبعهم النحس بداية المهد النبهي وزير الدفاع الذي يمكن أن نصنفه أو نصفه بنموذج مطابق لدريس البصري عاش حياة أوج قوته في الفترة التي تلت وفاة الحسن الأول 1894 اسمه المهدي المنبهي وبدأ مصاره مع المخزن كعامل بسيط بالكاد يتم تكلفه بمهام الصخرة في منزل أقرب رجال الحسن الأول إليه ويتعلق الأمر بوزير الداخل القوي أنذاك الصدر الأعظم بوحمد لم يكن المهدي النبهي ليخرج من جلباب القصر الملكي وكانت أول مرة وضع فيها قذمه ورجله بساحة القصر عندما كان مشغله الصدر الأعظم بوحمد مريدا فكلفه بنقل رسالة إلى القصر الملكي وأن لا يضعها إلا في يد ابن الحسن الأول والذي كان في أول أيامه في الحكم بعد وفاة الحسن الأول مباشرة كان صغيرا جدا وهكذا أصبح المهدي النبهي هو المراسل والضيف الوحيد الذي يدخل باب القصر الملكي دون أن يستجوبه أحد أو يسأله عن وجهته ولا يتوقف إلا عند باب عبد العزيز بن الحسن الأول وهكذا بعد وفاة ابو أحمد مباشرة أصبح المهدي النبهي وزيرا معنويا لكل الوزارات قبل أن يتم تكليفه بوزارة الدفاع من جهة أخرى يعني زوجة المهدي النبهي ذات الأصول الفاسية والتي كان قد تزوجها عندما أصبح نفوده يثقوى بعد أن وضع بوحمد ثقته الكاملة فيه كانت هي الأخرى تعتبر سيدة من سيدات المجتمع الفاسي رغم أن المهدي النبهي الذي كان ينحدر من منطقة مراكش تزوجها بناء على اتفاق قبلي وأكرر هذه العبارة تزوجها بناء على اتفاق قبلي بينه وبين رجال القبيلة ضريف في أمر زوجة المهدي النبهي واسمها شريفة أنه لم يكن يسمح لأحد بتداول اسمها وكان يلحقها بحريم القصر بما أنه كان مقربا جدا من المولى عبد العزيز وتداولت بعض المصادر الأجنبية التي تناولت حياة المهدي المبهي عندما تم تكلفه بمهمة ديبلوماسية لتهنئة الملك البريطاني فيكتور السابع بمناسبة تنصيبه ملكا على بريطانيا وهي المهام التي تولاها قرابة سنة 1901 أنه ربط علاقات جيدة مع موظفين في الخارجية بريطانيا من طبيعة الحال وكانت تلك الرحلة تمهيدا لكي يربط فيما بعد علاقات قوية مع المفوضية البريطانية في مدينة طنجة وهكذا أصبحت زوجته التي كانت تلقب بالشريفة تتمتع بشعبية كبيرة في الدوائر العليا وفي الجلسات الخاصة مما كتب أيضا عن علاقة المهدي المنبي بزوجته أنه كان يحبها لكنه لم يكن يتحدث عن الأمر أمام رجال الدولة من أصدقائه ولا حتى أمام أصدقائه البريطانيين وكان أيضا يعارض أن يحضر يحضر زوجته إلى الصهرات التي كان يعقدها البريطانيون لكنه عرض عليهم أكثر من مرة أن يسمح لزوجته بأن تتعرف على زوجاتهم في الحفلات النسائية لا وجود فيها للرجاء على أن تقام الحفلات في منزل المهدي النبهي حازت الشريفة شعبية كبيرة في أوساط الدوائر العليا بالرغم من أن المهدي النبهي كان يخفيها تماما عن الأنظار وفي أوج قوته كانت زوجته تدخل في حكم الحريم حيث الجناح المخصص لحريم القصر الملكي والمحرم دخوله على الرجال والأجانب كان الحديث أيضا عن زواج المهدي النبهي من أخريات عندما كان القياد والزعماء يخطبون وده قبل أن يسقط من مجده سنة 1903 واستمروا قبل ذلك التاريخ في تقديم الهدايا له ومن بين الهدايا كانت تعرت عليه إيماء وجاريات من بنات بعض القبائل ليتزوجهن لكن السيدة الوحيدة التي استأترت باهتمام زوجات أصدقائه الهنجليز كانت هي زوجته الأولى الشريفة التي كانت تجتمع بالأجنبيات أرغم أنها لم تكن تتحدث إلا العربية تروي بعض المراجع التاريخية أن المدعوات إلى الإقامة الفخمة التي كان يسكن بها المهدي النبهي سواء في فاس أو طنجة والتي استقر بها في آواخر أيامه أصبنا بالدهشة في المرة الأولى لزمال زوجات المهدي النبهي وكانت بعضهن قد روين لأزواجهن عن جمالها واهتمامها بالحلي والمجوهرات والأتواب النفيسة ورجحوا أن يكون السبب إخفاء المهدي النبهي لها عن الناس غيرته الشديدة لكن ما لم تكن تعرفه ضيفات زوجة المهدي النبهي أن الحياة ستكون قاسية عليها فيما بعد خصوصا عندما خططت الحكومة لإبعاد المهدي النبهي بعد عودتهم بريطانيا من أولى مهامه الدبلوماسي لتهنئة الملك فيكتور حيث وجهوا له تهمة تهريب الأموال إلى بريطانيا كأول شخص قام بتهريب هذه الأموال من المغرب إلى أوروبا ومن طبيعة للحال تمسك ببراءته ويعني ساعده في ذلك البريطانيون من تهمة الخيانة لكن القصر رأى أن يجدد تقتفي عندما تمسك ببراءته من التهم المنسوبة إليه لكنه لم ينجح في إقناع عبد العزيز بالإبقاء عليه وزيرا للدفاع عندما فشل في مواجهة الطوارات التي اندلعت في المغرب لا سيما تورت بوحمارة ليجد المهد المبهي نفسه مجبرا على مغادرة محيط القصر الملكي رفقة زوجته التي كتب عليها أن تعيش معه منفاه الاختياري ولكن برغد من العيش الكريم إلى طنجة التي كانت منطقة دولية أنذا ليستقر بها الاثنان رفقة أسرته ويسافر إلى الخارج ويقوم بأعمال تجارية ويعيش بحبوحة العيش إلى أن توفي المهد المبهي سنة 1941 وتعيش بعده الشريفة لفترة قصيرة فقط للموضوع بقية